مفيش بقى لا احتياطي ولا اساس اللي بينزل بيلعب بيبقى احسن من اللي برة وشوفنا قدي ايه كولر والجهاز الفني وتحية كبيرة جدا انا طولت عليكم وانعرف لك لانا بقول لكم عندي حاجات كتيرة جدا حاوز اقولها وطور من اداء النادي الاهلي وطور من لعب الكورة المصرية وحتشوف الفترة اللي جاية لان عارف يوظف اللعيبة عارف يوظف بيرسي تاو حسيني الشحات كهربا اللي كان بعيد اكتر من عشر شهور بقى هدف بطولة افريقيا مروان بسم الله ما شاء الله قالت يانج فاتحة السولية شفتوا التغيير اللي عملوا ونزل اللعيبة نازل بقول لكم اللعيبة اللي برة قاعد بيأكل في نفس اعاوز ينزل عشان يقدي وبعدين تنزل بعد كده على علي معلول ياسر ابراهيم اللي عامل متشات فوق الوصف الفترة اللي فاتت عبد منعم المعلم بس يا منعم انا بقول لك واي عبد المنعم انت لعيب سوبرستار على مستوى القارة الافريقية بس الكرة عاوزة اللي تسهلها شوية والكرة مش عاوزة حد يعلي عليها طي وطل الكرة عشان الكرة تديك وهتديك اكتر واكتر وبعد كده تعالوا شوفوا هاني هاني بسم الله ما شاء الله السنة دي بعد ما ربنا يرجع اكرم ونشوفه في احسن صحة هاني بقى نمرة واحد في التين شبير مصطفى شبير طبعا الشناوي على جنب وعلي لطفي وتشوف بقى اللي بينزل بعد كده انا مش عارف اقول لكم مين ولا مين الناس انت عندك دلوقتي فرقة تيم تقيل قوي 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 وانا بقول لكم بعض الناس تقول لك اصل لازم نجيب نشتري ها هيدعم حاجات انما انا بقول لكم النادي الاهلي في كاس العالم اللي جاي هيبقى ليه كيان تاني وبالمناسبة تفرج بقى بقول لكم ليه النادي الاهلي كبير لما يجيلك جواب من منشستر سيتي بيهنيك فيه ويقول لك احنا مستنينكوا في السعودية ايه الجمال ده اتحاد الدولة مستنينكوا في السعودية عرفتوا امتي النادي الاهلي كبيرة ازاي احنا عايزين نحافظ على النادي الاهلي بقول لي جماهير النادي الاهلي لا انا بقول لي مصر كلها حافظوا على كيان النادي الاهلي النادي الاهلي نادي كبير او عظيم جدا وبيش عارف اقول لكم ايه والحاجة الأخيرة بقى اللي أنا عاوز أتكلم فيها وفعلاً لازم أدي له حقه جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي العظيم أنت السبب وأنت السند في كل مبارياتنا في كل البطولات خليك ورا في رئيتك وزي ما قلت لكم النادي الأهلي السنادي بعون اللبش هقاطع حيفوز بكل البطولات أنا قلت لكم الإسبوع اللي فات إن بعض الناس كانت زعلانة وخايفة وتطريعش إن إحنا نروح هناك وممكن يخش فينا جول تقول إن هممكن يجيب جول وقد كان التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى فعشان كده بقول جمهور النادي الأهلي خليكوا ورا فرقتكم أنت السند أنت الحاجة الجميلة اللي في الكيان فربنا وفقنا إن شاء الله ونشوف كده النادي الأهلي في أحسن صورة وفي أحسن حال ويا رب يا رب أعبالي الاثناشر هتقول إحنا لسه مفرحناش بالحضاشر هو ده النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي خلاص بطولة جت خطها على جنب رغم أن ما فيش أماكن دلوقتي في الدواليب كلها خلصة الممكن ده آخر كاسة هو هيخش الدولاب كمان يومين وبعد كده هتفكر الاثناشر اللي جاية هو ده النادي الأهلي وربنا يكفيهم شر الإصابات وربنا يكرم الجهاز الفني بقيادة كولر سامي قمصان وكل الناس اللي معاه وبنشكر اللاعبين على المجهود الكبير والضغط العصبي والنافس اللي هم كان عليهم وفي النهاية بنشكر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب اللي وصل النادي الأهلي اللي هو فيه ده فربنا يكرمك ويعجل بشفاك ويكفيك شر العين وأخيرا بقول لجمهور النادي الأهلي أنت جمهور عظيم عارفين يعني إيه؟ والله العظيم بقولها من كل قلبي أنت جمهور عظيم أنا مش عاوزة بقى أكتر أنا خوطت دماغكم معلش بس أنا من فرحيتي وعاوزة لك أنا يوم الماتش والله العظيم ما نمت من كتر الفرحة قلت لو نمت من كتر الفرحة وحاجزة كده ممكن يحصل لحاجة لا فضلت قاعد للصبر مش أنا بس يمكن تلت تربع الشعب المصري فأنا هكتفي على كده وربنا يكتر أفرحنا وربنا يصطرها مع النادي الأهلي وأتمنى أتمنى أن المسؤولين عن الكورة في مصر عن رياضة في مصر يدلوا النادي الأهلي حق شوية النادي الأهلي بيكسب بتعب وبعرق وبشغل وما فيش أحلى من كده ربنا يديم علينا النادي الأهلي ويديم علينا الفوز ويديم علينا كل حاجة جميلة في مصر العظيمة أنا طولت هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة مع المجري لأنني زي ما قلت لكم دي حلقة خاصة معايا نجم مختلف خلص عن اللي فات مش هقول بقى أنت بدأت وكرة فين ولكن بقى دي حنقول لكم عندي حاجة كده حاجة خاصة هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر